السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتحدث على هذا النزول الذي حدث اليوم في عملة البيتكوين الانخفاض كان من أسعار 58 ألف دولار إلى حدود 46 ألف دولار الكثير من الأخبار السلبية التي نراها الآن أبرز خبر سلبي هو إعلان شركة تيسلا على أنها قامت بإلغاء شراء السيارات عن طريق عملة البيتكوين بعدما كانت قد قبلت البيتكوين كوسيلة الدفع لشراء سيارة تيسلا هناك الكثير الكثير من الأخبار السلبية التي أراها الآن كخبر الوائد المتحدة الأمريكية أنها فتحت تحقيق على منصة البايننس بخصوص بعض المستثمرين الأمريكان والذين ممكن أنهم يقومون بعمل غسيل أموال ويتاجرون في الممنوعات وبخصوص التهرب الطريبي لبعض الأشخاص المقيمين في الوائد المتحدة الأمريكية الآن هناك تحقيق مع منصة البايننس وسنرى هذا هو أيضا خبر سلبي تم تداوله اليوم هناك الكثير من الأخبار السلبية التي نراها حاليا في هذه الفترة تظهر لي أن هذه الأخبار حاليا وفي هذه الفترة يقومون بالضغط على المستجمرين لكي يجبروك على أن تبيع بالخسارة ولكن ما نقول دائما حاول أن لا تشغل بكل رصيدك لكي تداعي من الأسفل لكي تفتح لنفسك فرص أخرى لتشريد العملات بأتمنة أقل من الأتمنة التي شريتها في الأول هل أولا نناقش في خبر تيسلا إعلان إيرون ماسك أن عملة البيتكوين تتطلب طاقة ولكن السؤال المطروح أولا هل لم تعرف أن البيتكوين يتطلب طاقة هذا هو السؤال المطروح والذي طرحه الكثير من بينهم كيف لشركة مثل تيسلا تقوم بقبول عملة البيتكوين كوسيلة للدفع وهي لا تعرف كيف يتم إنتاج البيتكوين فمثل هذه الأخبار السلبية التي نراها الآن تكون مطبوخة بأسابيع بأيام بشهور على حسب حالة السوق وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في بعض الفيديوهات التي رفعناها على القناة بخصوص الأخبار السلبية والأخبار الإيجابية عندما تظهر لا تتفاجع لا تندهش فذلك الخبر كان متوقعاً فالأخبار الإيجابية والسلبية هي تطبخ الآن فقط على حسب ضرفية السوق إذا أرادوا أن يشتروا بأتمنى قليلة فسيجلبون لك الأخبار السلبية ثم يضغطون عليك لكي تابع ويشترهم من الأسفل إذا أرادوا أن لا يشتروا مثلاً في أسعار الأربعين ألف دولار أو ثلاثين ألف دولار يعطوك أخبار سلبية أخر لن يخسروا أي شيء والسوق ستراه في مصار تنازلي ماذا يفعلونهم؟ الحيثان ماذا تفعل؟ تريد أن تعطيك نزول بسبب وارتفاع بسبب أنت ماذا تريد؟ تريد فقط ذلك السبب ماذا تريد ذلك الخبر الإيجابي لكي تدخل التشتري أو ذلك الخبر السلبي لكي تدخل وتابع فمثلاً عندما تكون مثلاً حالياً تخيل معي أن السوق حالياً بحالة إيجابية السوق جيد جيد جداً حالة إيجابية ضروري سيكون خبر بعد هذا الحال الإيجابية خبر سلبي لكي يقوم بالتصريف إذن أنت يجب عليك أن تبع عندما كان السوق إيجابي وليس هناك أي خبر لا سلبي ولا إيجابي عندما مثلاً دخلت أنا كمثال في الـ 46 ألف دولار كمثال فقط في البيتكوين والبيتكوين صعد إلى الـ 57 أو الـ 64 ألف دولار هنا أبيع من تلقائي نفسي لا أنتظر حتى يخرج خبر سلبي ولا يمكن أن أبيع عندما أرى مثلاً هذه الشمعة الحمراء أنهم يشغلون ببوتات فدائماً من الأفضل عندما ترى الإيجابية بذلك الشكل الكبير وحققت ربح بيع ونتظر الخبر السلبي فحالياً نحن في السلبية هناك نزول هناك خبر إيجابي سيتم أخذه من المطبخ وسيطرحونه لك في وسائل الإعلام وهذه هي دورة الاستثمار ودورة السوق فلا يمكن للسوق أن يأخذ مصار تصاعدي شموع خضراء فقط ولا يمكنه أن يأخذ مصار تنازلي شموع حمراء فقط فهم يربحون السوق العملات الرقمية هناك فئة خسرت وهناك فئة ربحت على ظهر الفئة التي خسرت وهكذا فأن تكون في السوق مثلاً وتخسر يعني تذهب من محفظتك أربعين بالمئة يعني تخيل معي أربعين بالمئة محفظتك كلها عملات رقمية وأربعين بالمئة خسارة من محفظتك فحاول أن تتفادى كل هذه الخسائر عندما تكون إيجابية أفكر من تلقاء نفسي أن هناك أخبار تطبخ في الخفاء بينهم في الكواليس ثم يظهر الخبر السلبي ولا تبيع مثلاً حتى ترى هذا الخبر مثلاً هنا الخبر تم إعلانه هنا لاحظ معي هذه السلبية وأنت تقرأ الخبر السلبي وتبيع لا هذا خبر سلبي سأبيع لا بيع قبل أن يظهر أي خبر سواء إيجابي أو سلبي تبيع عندما مثلاً تحقق ربح السوق بالأخضر السوق جيد جيد جداً دارون سيتم إعلان عن خبر سلبي وهكذا تخيل معي منذ دخولي لمجال العملات الرقمية أخبار سلبية أخبار إيجابية أخبار سلبية أخبار إيجابية وهذا أمر عادي جداً هذا ليس في سوق العملات الرقمية فقط بل في جميع الأسواق لاحظ معي هذه السلبية هناك الكثير من باع في هذه السلبية ولا أتفق معك أن تبيع في مثل هذه الشموع في هذه السلبية وأفضل هناك من لا يقدر أن يصبر في مثل هذه الشموع مثلاً تنخفض محفظته بـ 30% أو 20% أو 40% يقول ستصبح محفظة سفر إذا كنت لديك مخاوف حاول أن تدير محفظتك تضع 50% USDT واشتغل خصوصاً الآن نحن في تدخم كلما تدخم السوق كلما حاول أن تقلل من نسبة المجازفة كلما تدخم السوق والعكس صحيح كلما رأيت السوق ينخفض ينخفض بشكل كبير كلما أصبحت المجازفة تزداد بأن تشري العملات في الأسفل لذلك لا تحاول أن لا تتسرع أهم شيء هو التسرع تريد أن تربح بطريقة سريعة فالربح السريع يؤدي إلى الخسارة السريعة حاول أن تكون هادئاً بخصوص الأشياء تحليل الفني بعض الإخوة يسألونني كيف نعمل تعم مقاومة تلك الأمور ممكن في أي منبر ستجد تلك الأمور الخاصة بالتحليل الفني موجودة أينما بحثت تجدها أم بخصوص هذا الكلام الذي أقول لك بخصوص أن تهيئ نفسيتك أنت أولاً كمستشمر هذا هو الأساس تقريباً أقول لك أكثر من سبعين بالمئة هي نفسية المستشمر النفسية فأمر مهم جداً أريد أن أشير إليه بخصوص بعض الطالبات البيع والشراء التي تكون مزيفة هناك الكثير من طالبات البيع والشراء تكون مزيفة عندما يرون مثلاً بعض العملات التي ليس بها اهتمام يتم وضع أوردرات للشراء لكي تدخل أنت لكي تشاري فالأشخاص الذين يتحكمون في سوق العملات الرقمية يتحكمون به بشكل دقيق وكل المنصات تعرف ذلك لماذا؟ فأنت في أي منصة لتداول العملات الرقمية مثلاً؟ لو لاحظت إذا قمت بتفعيل الليفل 1 يتيح لك تقريباً كمثال أن تقوم باستخراج كمثال عشر آلاف دولار يومياً ليفل 2 تقريباً يمكنك أن تسحب أظن تقريباً مئة بيتكوين يومياً إذا أردت أن تسحب ما فوق المئة بيتكوين يجب عليك أن تتواصل مع المنصة لماذا يجب عليك أن تتواصل مع المنصة؟ لأنهم يعرفون أنك ممكن أن تكون من الحيتان ولديك كميات كبيرة من البيتكوين لذلك يجب أن يتواصلوا معك ممكن مثلاً أن تشفت البعض خططهم في المارجين أو الفيوتر مثلاً كل المستثمرين أعطوا للبيتكوين لونغ المنصة تقوم بعمل العكس ممكن أنت لديك كميات كبيرة من البيتكوين شريتها منذ مدة طويلة مثلاً سنة 2011-2012 تقوم بعمل ديبوزيت على المنصة وتقوم بالبيت تقوم بعمل العكس والعكس صحيح يمكن أن تقوم بإدخال USDT وترفع سعر بعض العملات التي في المارجين أو الفيوتر فكل منصة تداول العملات الرقمية تعرف عليك كل كبيرة وصغيرة تعرف أي عملة كم من شخص مخزن في هذه العملة وما هي أهدافهم في تلك العملة وفي أي سعر شروع تلك العملة فقط نريد أن نوضح لكم بعض الأمور التي من بحث شخصي هذه الأمور التي أتحدث عليها حالياً لم أأخذها من أي منظر أقسم بالله المهم بخصوص الآن حالة السوق فليس هناك ما يدعو للقلق بخصوص نسبة احتكار البيتكوين نرى أين وصلت هذه النسبة وصلت تقريباً للـ 41% وهي متجهة نحو 35% فلم يسبق لهذه النسبة أن خفضت على 35% هذه ستكون حاسمة بشكل كبير 35% ممكن أن تكون إيجابية وانتعاشة في العملة الرقمية أظن أن ما يحدث حالياً فهو تخويف تصحيح فقط أخبار السلبية أمر عادي جداً أن ترى مثل هذه الأخبار بخصوص طريقة التي أشغل بها حالياً كما قلت لكم في التليجرام لا تنسوا الالتحاق بنا على قناتنا على التليجرام أنني تعرفون أن اليوتيوب إنشاء الفيديو ورفع الفيديو يأخذ وقت لذلك التحقوا بنا على قناتنا على التليجرام نكون قريبين منكم أكثر الرابط في الوصف في الديسكريبشن أسفل الفيديو دخلوا على القناة الخاصة بنا سنكون قريبين منكم إن شاء الله الآن بخصوص حالة السوق أرى أن هذه الأخبار السلبية ليست حديثة اليوم أو البارحة هي مطبوخة ما أرادوا فعلوه وهذا النزول لذلك عندما تكون في السوق وتكون في الحالة الإيجابية ولديك أرباح لا تنسى وقت السلبية فالتصحيح لا هربة منه لكي نكون واضحين واقتربنا بشكل كبير من التصحيح القوي للسوق والذي ممكن أن يستمر التصحيح ست شهور خمس شهور على حسب نحن لا يمكن أن نحدد ذلك الوقت ولكن لا هربة من ذلك التصحيح وكل شخص ووجهات نظره من تحليل السوق لذلك لا تبخلوا علينا بوجهات نظركم في التعليقات نرى أفكاركم كيف ترون اتجاه السوق كل شخص ولديه منظوره الشخصي وأؤمن بأي شخص مرحبا إذا لديك فكرة ضعها في التعليقات يعجبنا النقاش والحمد لله حتى مستوى متابعين القناة أقرأ التعليقات ما شاء الله عليكم يعني تفهمون كيف تذهب هذه العملات يعني نفهم فقط 40% يعني نحن كمستجميرين إذا فهمنا 40% فهذا كافي كافي جدا ليس بالضروري أن تفهم 100% وأن دائما تصيب تصيب دائما المهم ما أريد أن أوصل لكم هو أن تتقى في نفسك بخصوص التحليل كل شخص ووجهة نظره في الشرط ممكن مثلا أن تفتح هذا الشرط هناك من يرى أن هناك تراند ساعد وهناك من يرى أن هناك تراند منخفض كل شخص ووجهة نظره في السوق ولكن نحاول أن نأخذ بالأسباب ونأخذ أشياء تاريخية التي تتكرر عندما تكررت سنة 2017 وشاهدناها أمام آيوننا تكررت وارتفع السوق تكرر تقريبا ثلاث سنوات سنة 2013 كان هناك هالفين وارتفع السوق سنة 2017 كان هالفين وارتفع السوق سنة 2021 هالفين ارتفع السوق في نهاية 2020 فبخصوص التسلا هو أمر أن البيتكوين يتطلب طاقة أمر سخيف صراحة شركة مثل تسلا لا تعرف أن البيتكوين يتطلب طاقة فهناك ترى أن هناك تلاعب كبير وهمهم الواحد هو الربح وكنا قد تحدثنا على تقرير على أن شركة تسلا قامت ببيع تقريبا أكثر من 15% من القيمة التي اشرتها من البيتكوين وكانت أرباح كبيرة لشركة التسلا وهذه الشركات كانت تشري بأتمينة قليلة ممكن منذ سنوات وهي تشري ولكن في الخفاء بدون علنية فعندما يريدون الشراء لن يقولوا لك سنشري الآن ستدخل مؤسسة الفلاني لكي تشري ماذا يفعلون؟ يشارون الكيمية الكبيرة بدون أن يعلنوا أي شيء تتبقى مثلا لهم 10% أو 5% أو 15% أو نقول 20% لم يشتروها يشتروها عالنا يقولون لك الآن سنشري سركة تسلا أو فيزا أو أي شركة ستشري البيتكوين الآن ثم ترى شبعة قوية خضراء الشراء الكامل لم يكن في ذلك السعر فقط ذلك الشراء هو اكتمال الشراء أما الكمية الكبيرة اشترت في الخفاء بدون أن يتم إعلان ذلك لن يطلع عليكم في هذه الحلقة لا تبخلوا علينا بلايكاتكم دمتم في رأيك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة